تذكر المونديال تذكر المونديال قلنا جميعا بأنه كان واحد المجهود استثنائي باش توضع التذكر رهنة إشارة الجماهير المغربية التي بطبيعة الحال قامت بمجهود جبار لمساندة الفريق الوطني وتنقلت من مختلف ربوع بقاع العالم مش غير من المغرب باش تساند الفريق الوطني وهذا حق طبيعي أكيد أن بنرجعش للتفاصيل تعلبيعة التذكر المونديال اللي عنده واحد المصطرة معينة توقعات تعالج مهور المغربية كيف كانت توقعات الرياضية بشكل عام أن الفريق الوطني مغادش يخطك المسار الناجح والوصول نتعول لدور النصف النحي تقامت مجهودات استثنائية في عين المكان باش تعطى أكبر عدد من التذكر للجمهور المغربي وفي بعض المباريات تجاوزت خمستاش وستاشر ألف تذكيرات اللي ما نرجعش للتفاصيل كين بعض الأشخاص استعملوا هاد أو انتهزوا هادي الفرصة ومارسوا نشاطهم اللي مل فينتي مارسوه واللي هو الاسترزاق والاسبريدورانت يعني أي حاجة الاستفادة من كل الظروف حتى الظروف اللي تتكون صعبة وفي هالإزم فنحنا تحقيق داخل الدواليب نتعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك وتوصلت بتقرير كله يجمع على أنه كانت مجموعة من الاختلالات وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلالات فتحا بالموازات مع ذلك فتحة حقيق قضائي ما زال مستمرا وأنتم تتعرفوا تشعبت نتعوا إن هذه الدوائر هي أكثر اتساعا مما كنا نعتقد والنتائج نتعوا قد تصل في المراحل القليلة المقبلة والإجراءات اللي كنا نعلنها هي التي ستتم بكل وضوح بكل شفافية نهاية المسار نتعى النشاط الرياضي لكل من سولت نفسه أن يتدخل بشكل أو آخر في هذه العمليات التي لا تمت الأخلاق الرياضية بصلاة ولا للوطنية بصلة وبطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها وعن لا إحدها بكل وضوح ترجمة نانسي قنقر